اهلا بكم اين الثروة تتسأل صحيفة لزيكول اقتصادية وتدعو لفتح نقاش وطني حقيقين حول هذا الموضوع مع التركيز على مجموعة من النقاط التي ذكرتها الصحيفة في مقالها واهمها توزيع الثروة الوطنية الدعوة اطلقتها للتو هيئة المجتمع المدني لتعيد النقاش من جديد الى الوجهة فقد مضى شهر واحد على الاقل على الخطاب الملكي في الثلاثين من يوليوز الماضي والذي ابرز اهمية تطوير تفكير معمق في تأثير التطور السوسيو اقتصادي المسجلة وترى الصحيفة ايضا ان المبادرة الملكية تقتضي خير طلق والحية للامة وتخبرنا الاحداث المغربية بان لقاء غير رسمي حول المقاتلين الاجانب في سوريا نظم بالعاصمة الرباط نقرأ في المقالة نظم المغرب والاتحاد الاوروبي امس الثلاثاء بالرباط اجتماعا غير رسمي حول المقاتلين الاجانب في سوريا هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته بروكسل شهر فبراير الماضي كما ذكرت الصحيفة ان اجتماع الرباط الذي يترأسه كل من الكاتب العام لوزارة شؤون الخارجية والتعاون ومنسق الاتحاد الاوروبي في محاربة الارهاب عرف مشاركة عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول عربية اضافة الى تركيا وتقول جريدة الاتحاد الاشتراكيين لقاء بين سفير المغرب بالجزائر وبالخدم وراء الانقلاب على الرجل نقلت الصحيفة ما اوردته جريدة النهر الجزائرية التي اكدت ان تنحية عبدالعزيز بالخدم من كافة المهام الرسمية الحزبية بالجزائر جاءت بسبب اتصالات بسفراء خمس دول ضمنها المغرب وكشفت النهر ان ملف تنحية مستشار رئيس الجمهورية والامين العام السابق للأفلان عبدالعزيز بالخدم يعود الى الاتصالات التي اجرها خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يونيو ويوليوز بسفراء خمس دول اجنبية في الجزائر فبالخدم يتهم حسب الجريدة بالاتصال بسفراء كل من الولايات المتحدة والسعودية والامارات وقطر والمغرب وقد اعتبرت هذه اللقاءة عبارة عن اخطاء جسيمة وخطيرة وانا جهزة امنية استخباراتية رفعت تقريرا الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليق مما عجل باقالة بالخدم بشكل مفاجئ وحسب جريدة الخبر الجزائرية الجزائر تخسر مليون دولار يوميا كل من خفض سعر البترول بدولار تقول الصحيفة ان الاقتصاد الجزائري في خطر وتتكلم عن عدة عوامل تدفع برميل النفط الى البقاء الاول مرة تحت عتبة مئة دولار مع احتمالات تراجعه ما يثير مخاوف العديد من الدول والشركة الكبرى في اتصال مع يومية شروق رفض الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بالخدم الرد على تصريح عمر سعداني الذي وصف قضيته باللاحدث وقال انه لا يصرح ولا يعلق في حين استبعدت مصادر في الحزب حالته على لجنة الانضباط لان قرر الرئيس بعزله سياسي ولا يناقش وذكرت البلاد ان الامين العام للأفلان عمر سعداني مرر رسائل قوية لخصومه وللمعارضة على هامش انطلاق عملية عادة تجديد هيكل المجلس الشعبي الوطني بالتأكيد على ان الدستورة سيصنع مرحلة تغيير هام في الجزائر كما انه سيحمل تعديلات جوهرية تقلص من صلاحية الرئيس مؤكدا مروره عبر غرفتي المجلس وليس الاستفتاء ترى الصحيفان سعداني تحدث بلغة المدرك بخبايا ما يدور في السلطة عندما قال ان مروره سيكون استجابة لمطلب الأفلان الذي نجح في تحقيق مطالبه بشكل كبير لفتا إلى نبل الخدم رحل ولن يعود وهو نفس ما توقفت عنده صحيفة الفجر التي أكدت أن الرجل كشفان الدستورة القادمة سيحمل تعديلات جوهرية تقضي بتنزل الرئيس على الكثير من صلاحيته لصالح الحكومة مضحا أن تلك الاعتبارات هي التي ستجعل الدستورة القادمة ما يمر عبر البرلمان وليس بوسطة الاستفتاء مشيرا إلى رحيله في أقرب الأجال فرنسا تبحث المشاركة في هجوم مصري إماراتي على ليبيا تعنون القدس العربي مقالا وتران جولة وزير الدفاع الفرنسي في المنطقة فتحت البابة واسعا أمام التكهنات بشأن مستقبل الأزمة في ليبيا وما إذا كانت باريس تهيئ لترتيب عسكري معين هناك تفشير الصحيفة إلى تدول أنباء عن اتفاقية عسكرية سرية بين مجلس النواب الليبي في طبرق والقاهرة تتح لمصر التدخل بريا وجويا في ليبيا وهو ما نفاه المجلس وأكدته مصادر إعلامية ومن جهتها تكتب السفير اللبنانية تتجه الولايات المتحدة إلى إطلاق حملة عسكرية فضفاضة لمواجهة داعش في سوريا تودي إلى خلق جيش رديف من المسلحين هناك يكون تابعا لها والدول عربية مناوئة لدمشق